مع النيل سرنا الى اقصى جنوب مصر في محافظة اسوان حيث تتنوع خيوط النسيج الوطني المصري لتنتج لوحة بديعة الالوان ومن بين تلك الالوان اللون النوبي الذي يزه به ابنائه في القرى النوبية المحاذية للنيل في اسوان والتي لم تطلها موجات التهيير الاولى ببناء خزان اسوان والثانية ببناء السد العالي فظل سكانها في مساكنهم التقليدية تلك التي يقصدها السائحون من مختلف الجنسيات الى قرية غرب اسهيل اولوا وجوههم ككثيرين غيرهم من اهل اسوان كان ابناء تلك القرية يعملون سابقا في الفنادق المنتشرة في المدينة لكنهم فاطنوا الى ان بامكانهم تحويل قرياتهم ذاتها الى نقطة جذب سياحي تمنح زائريها اطلالة على الثقافة النوبية الحاج رشاد ليس نوبيا لكنه بات واحدا من عائلة القرية التي تضم نحو عشرة الاف مواطن من النوبيين وغيرهم من اهل اسوان ومحافظات جنوب الصعيد وقرية غرب اسهيل اشبه بمشروع سياحي يملكه جميع ابنائها كل بقدر عمله احنا بنشتغل في اطار عادتنا وتقاليدنا مثلا انا بعمل شغل يدوي جميع منتجات النوب عمتا والالوان المعروفة احنا حاجة بس عندنا هي التسويق التسويق عمتا بالنسبة لنا صعب ويبتكر ابناء القرية اساليب جديدة لجذب السائحين لضمان استمرار تضفقهم على القرية لكن زوار القرية لا يقتصرون على الاجانب والمصريين من خارج اسوان فاليها يتوافد كذلك ابناء المحافظة التي تتميز بامتزاج الوان مختلفة من النسيج الوطني المصري سمير عمر سكاينيوز عربية من قرية غرب اسهيل النوبية اصلا